مرحبا بالأستاذ طعمة أهلا وسهلا بكم دكتورنا الكريم نستمر في هذه المسيرة معك وبالحلقة الأخيرة أو الحلقة السابقة عفوا وصلنا إلى اللحظة التي جاءت فيها اللجنة لتراكم وأنتم في السجن قبل الإفراج عنكم ألو نستأنى في الحديث من عند تلك اللجنة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إذا سمحت لي مرت حادثة من المناسب والمهم من إشارة إليها في 16 ستة تسعة وسبعين وأنتم في المعتقل وقبل أن أدخل المعتقل أنا قبل ذلك بقليل أدخلت المعتقل أنا في 22 تسعة في 16 ستة حدثت حادثة مهمة جدا في حلب هزت سوريا كاملة وهي حادثة مدرسة المدفعية كما سميت آه أنتوا اعتقلتم على أثرها؟ أعتقلنا بعد ذلك توسعت الاعتقالات بعدها بدأت الاعتقالات قبلها بشهرين تقريبا ثم استؤنفت الاعتقالات بل توسعت إلى حد كبير طيب نرجع للحادثة هذه ما الذي حدث فيها؟ هذه الحادثة ضابط من ضباط مدرسة المدفعية الميدان في حلب كان مدربا في المدرسة ويبدو أنه حدث بينه وبين بعض الشباب يعني الإسلاميين أو الذين تحركون ضد السلطة حدثت بينه وبينهم صلة وأقنعوه بضرورة يعني أن نقوم بحدث ضخم مهم يهز سوريا ويؤشر إلى مدى سيطرت العلويين النصيريين على السلطة في سوريا بشكل عام وعلى الجيش بشكل خاص يعني جندوه لهذا المدرسة؟ جندوه لهذا نعم وهو بالأصل ضابط نقيب ويعني مدرب في المدرسة بضل الإسلاميين اللي يجندوه منهم؟ لهم علاقة بالإخوان؟ هؤلاء بعد ذلك تبين أنهم يعني محسبون أنهم محسبون على جماعة الشيخ مروان حديد أو ما سميه بالطليعة بعد ذلك كما يعني لأنهم تبنوا يعني الموضوع ويعني كانت بداية يعني معلنة لحرب بينهم وبين السلطة فقام هذا النقيب هذا الضابط بجمع كل طلاب الضباط المتدربين في تلك المدرسة ويعني وأخرج من بينهم غير العلويين وأحدث تفجيرات بحيث تحدث أكبر وإطلاق نار بحيث تحدث أكبر نسبة من القتل بين هؤلاء الطلاب الضباط مذبحة مذبحة نعم فهذا يعني المعلومات التي رشحت بعد ذلك وبعد أن انتهى من مهمته وكانت المدرسة شبه خالية تقريبا من الضباط الآخرين لأنهم كانوا في يعني إجازة يعني لم يكن وقت دوام ثم غادر هو وأصحابه الذين شاركوا معه غادروا المدرسة حينها بدأت تتكشف يعني خيوط العملية ويعني جاءت النجدات والإصحافات ويعني وزرع الجرحى والقتل على مشافي حلب وكانت ليلة ليلاء كنا نسمع فيها نحن أصوات زمامير السيارات سيارات الإصحاف في كافة أنحاء حلب ولا ندري يعني ما القصة ثم في اليوم الثاني يعني بدأت الأخبار تخرج إلى عامة الناس وقيل إن الذي قام بهذه العملية ونقيب اسمه براهيم اليوسف هذه كانت في 16 ستة تسعة وسبعين لكن أنتم اعتقالكم لم يكن له علاقة بها مباشرة لا أما بعدها مباشرة بدأت الاعتقالات اعتقالات كانت الاعتقالات قبلها على نطاق محدود جدا بعض القيادات بعض الفعالين أما بعد الحادثة خرج في اليوم الثاني أو الثالث وزير الداخلية كان اسمه عدنان دباغ واتهم الإخوان المسلمين بارتكاب هذه الحادثة وأعلن الحرب عليهم على الإخوان مع أنه في تلك الفترة قيادة الإخوان المسلمين أصدرت بيانا يعني تنفي فيه علمها بالحادثة أو علاقتها بها نفيا تاما وبدأت الاعتقالات على أوسع نطاق يعني كانت الاعتقالات أفراد فأصبعت الآن بالعشرات بل بالمئات حتى بلغت الآلاف هذا الكلام كانت الحادثة في 16 ستة تسعة وسبعين يعني هذا كان صيفا داميا فكان صيفا داميا الحقيقة وبدأت طبعا التحريات والبحث عن كل من له علاقة بهؤلاء وبمن لهم علاقة يعني بهم أنا اعتقلت في 22 تسعة نرجع إلى يعني اللجنة هذه ثم يعني قبل أن نحكي عن اللجنة نعم بين اعتقالك وهذه اللجنة كم كانت المدة؟ هذه اللجنة أم الحادثة المدفعة؟ لا أنت اعتقلت بعد الحادثة نعم اعتقلت في سبتمبر 79 نعم وخرجت متى من السجن؟ خرجت في 13 آذار 80 آه يعني شهور معدودة؟ ستة أشهر ستة أشهر إلا يعني بضعة أيام طيب نجي لللجنة جاءكم اللجنة بعد أن توسعت الاعتقالات عقب حادثة المدفعية وشملت الآلاف المؤلفة ويعني بلغت الأمور مبلغا يعني كبيرا وعاصفا بين يعني السلطة والإخوان والإسلاميين عامة أي والمشايخ وكثير من المشايخ وبعد ذلك بدأت يعني بدأت المشايخ يتحدثون ويعني السلطة يعني رأت أن ترسل لجنة إلى حلب خاصة لأن يعني هذه الحوادث وهذه القضايا بدأت بحلب أولا أي وكانت موجودة في المدن الأخرى لكن على قلة وعلى ندرة أما في حلب فكانت يعني تشمل المدينة بالكامل وبعض الريف أيضا كما أسلفت في يعني الحلقة الماضية كان على رأس اللجنة ضابط كبير اسمه ناجي جميل برتبة لواء كان في الجيش ثم يعني أبعد قليلا عن الجيش لكن له يعني منصب حزبي في القيادة القومية والقيادة القطرية ومعه أبن المدينة أبن حلب ناصر الدين ناصر وكان وزيرا للداخلية وخلفا لوزير الداخلية عدنان دباغ الذي هو أيضا من حلب الذي يعني أصدر البيان باتهام الإخوان وشن الحرب على الإخوان وكان قد مات يعني عدنان دباغ وكان أيضا كما أسلفت معهما ضابط آخر كان يعني مديرا أو رئيسا لفرع المخابرات العسكرية في حلب في روتب التعقيد اسمه مصطفى التاجر وهذا مصطفى التاجر له قصة أيضا يعني نوجزها بسرعة أنه كان ضابطا كبيرا في الجيش ويبدو أن بعض ضباط الجيش يعني من غير الطائفة النصيرية العلوية فكروا بانقلاب بانقلاب على حافظ الأسد يبدو في سنوات يعني سبعة وسبعين أو ما تقريبا أظن في هذا التاريخ أو ستة وسبعين سبعة وسبعين ف يعني وباعتباره يعني من الطائفة السنية يعني طلبوا التعاون معه فوعدهم ثم نكث بوعده أو وذهبوا أخبر للسلطة وبلغ عنهم وبلغ عنهم جميعا وكنت وفعتقلوا جميعا كانت يعني كان المقفود أن يغتال حافظة الأسد في طريقه إلى المنطقة الشرقية في سوريا ففاشلت المحاولة وأعتقلوا جميعا ومنهم بعض أبناء مدينة حلب والتقينا في سجن المسلمية في سجن حلب المركزي ببعضهم نعم يمكن عرفت القصة منهم وعرفنا القصة منهم وانتشرت القصة نعم هذه اللجنة كما قلت التقت بمشايق حلب ووجهاء حلب ثم جئ بنا نحن الأربعة كنت أنا وثلاثة مهندسين توفي منهم واحد واثنان توفي منهم اثنان وواحد لا زال على قيد الحياة وشاب آخر ويعني أرادوا أن يقنعونا يعني أنه نحن نريد أن يعني نطيق سراحكم مع أنكم يعني أنتم من الإخوان ويعني السلطة تريد أن يعني تكون هناك مصالحة في البلد وأن تعود الأمور إلى يعني إلى الهدوء وإلى كذا وحدث شيء من الحوار يعني بيننا وبينهم ماذا كانوا يريدون في المقابل كانوا يريدون شيئا معينا كانوا يريدون أن يقنعونا ويقنعوا المشايق بأنه كفاء يعني أقنعوا الشباب بالابتعاد يعني عن قضايا العنف وقضايا الاشتغال بالسياسة والعمل ضد الدولة وضد الرئيس وضد الحزب وما أشبه ذلك ويعني يعني يعني إيجاد مصالحة كانوا هكذا يعني يصرحون بذلك طبعا بينما السلطة نية السلطة الحقيقية كانت تريد يعني أن تسبغ شيئا من الهدوء على الساحة وكانت يعني تنوي يعني بعد ذلك ب يعني قطوات تصعيدية تشمل كل البلد فخرجنا من المعتقل في هذا التاريخ تاريخ 13 83 80 ورجعت أنا إلى بعد أن زرت الأهل لأيام قليلة في القرية رجعت إلى التأمينات الاجتماعية أنا ك موظف لكن حدث يعني ما خرج حوالي تقريبا في 1 4 بعد خروج بأسبوعين تقريبا ما يقارب أسبوعين فجاءوا بالفرقة الثالثة الفرقة الثالثة كانت حول دمشق شمال دمشق جاءوا بالفرقة الثالثة وكان قائدها يعني مشهورا كان هو مديرا للمدرسة المدفعية التي حدثت فيها المجزرة في فترة من الفترات وهو الآن قائد الفرقة الثالثة وكان اسمه لواء شفيق الفياض وكان إنسانا يعني سيئا وتاريخه يعني تاريخ دموي يعني مع المعارضة ومع العسكر حتى العساكر الذين يقدمون عنده فجاءوا بالفرقة الثالثة ونشروها داخل مدينة حلب وحولها وفي الأرياف القريبة منها وبدأوا يفتشون البلد بيتا بيتا منطقة منطقة بل بيتا بيتا ولا يتركون شيئا حتى لم تسلم منهم الكتب والمكتبات يعني ما الذي حفزهم على ذلك هل هذا له علاقة بحادثة المدفعية أم في شيء جديد كأنهم يعني يريدون أن يقضوا على هذه القضية من أساسها يعني أنت أن حلب هي التي تفعل ذلك ف لأنه سبق يعني أن حلب صار فيها يعني صيان مدني وضرابات وكانوا التجار كانوا يورقون يعني المحال التجارية وبعض الأسواق كانت تغلق في بعض الأحاين ف وكان يبدو للجماعة وجود يعني واسع فيها وفي أريافها في المدينة وفي أريافها وحتى لمجموعة الشيخ مروان أيضا كان لهم يعني وجود يعني قوي هناك فأرادوا أن يقضوا وعلى الأمر في مهده فجاءوا يعني الفرقة الثالثة وبقيت فترة طويلة نشرت الرعب في قلوب الناس نشرت الرعب في قلوب الناس ولم يعني وكانت تروى حوادث عن يعني الإساءة للناس وللرجال وللنساء والأطفال ويعني عملية التفتيش التي يقومون فيها للذكاكين والحوانيت والبيوت والاعتقال الأشخاص بدون يعني أي سبب فنشرت الرعب بين الناس في هذه الأثناء يعني حدثت يعني وكانوا طبعا يتعقبون يبدو إبراهيم اليوسف ومن معه الذين قاموا بالمجزرة الذين قاموا بالمجزرة في 2-6-80 أعلنوا عن اعتقال النقيب إبراهيم يوسف ويوسف ومث ونحن ومن كثرة إطلاق الرصاص وابتهاجهم ما عرفنا يعني ما هي القضية لكن تبين يعني بعد ذلك أنهم اعتقلوا يعني كانوا يحتفلون بإطلاق الرصاص كانوا يحتفلون بإطلاق الرصاص أنهم اعتقلوا النقيب إبراهيم يوسف رحمه الله ويعني يمثلوا به وأخذوه إلى يعني لم يتركوا أخذوه إلى الساحل وبدأوا يدورون به على القرى قتلوه يعني قتلوه طبعا نعم هو قتلوه يعني لم يستطيعوا يعني امساكه حيا فقتلوه وأخذوا جثته إلى يعني إلى الثكنات العسكرية وإلى المدارس العسكرية وإلى قرى النصيرية في الساحل وهم يعني يمثلون به ويسيئون إلى الجثة بهذه الأثناء أيضا في الشهر نفسه حدثت حادثة أخرى في 26 ستة يعني وكأنه هذا شهر ستة يعني فحدثت حادثة أخرى يعني أنه مجموعة أيضا هذا شهر ستة واحد وثمانين الآن لا تمانين آه صح فهذه ستة تسعة وسبعين هاي ستة تمانين تمانين لازمنا في تمانين لأنه نحن خرجنا من السجن صحي وفي اتنين ستة يعني قتل إبراهيم اليوسف نقي إبراهيم اليوسف في 26 بدأت تتسرب الأحداث يعني والأنباء على أن هناك محاولة اغتيال لحافظ الأسد وكان يعني يستقبل أو يودع أحد الأساء الأفريقيين نسيت الآن اسم يعني البلد الرئيس الأفريقي يعني أظم الرئيس الغاني أو ما شوء ذلك فيبدو كان هناك محاولة من بعض الشباب يعني الإسلاميين أيضا وكانوا بعضهم كانوا يعني جلودا وبعضهم كانوا حتى في الحراسة في القصر الجمهوري وبعضهم يبدو من بعض فروع يعني الجيش الأخرى ويبدو أن هناك خطة محكمة وأنهم وصلوا وألقوا عليه قنبلة وكادت تودي به لو لأن حارسه الشخصي ويقال إنه كان يعني شابا فلسطينيا ألقى بنفسه على القنبلة فقطل أي وأنقذ حافظ الأسد ف يعني جرح في رجلي وهناك رواية أنه ألقت عليه قنبلة أخرى فأيضا أحد الحراس يعني ألقى بها بعيدا يعني برجله فانفجرت بعيدا مهم شو تداعياتها هذه أما التداعيات في اليوم التالي مباشرة ب27 على ما أظن أو أقصى حد 28 أظن 27 رفعة الأسد أراد أن يثأر لأخيه فشكل مجموعات مقاتلة وطائرات وأخذهم إلى سجن تدمر وكان مدير السجن أيضا ضابط من الطائفة النصرية اسمه فيصل غانم وحدثت مجزرها في سجن تدمر راح ضحيتها يعني حوالي ألف من خير شباب سورية من الأطباء والمهندسين والمدرسين والعلماء والمشايخ وما أشبه ذلك ويعني أنا أعرف بعضهم شخصيا وكلهم تقريبا لم يكونوا على يعني علاقة ب يعني قضايا التسليح أو العمل يعني مجرد انتقام مجرد انتقام بأن يعني الإخوان المسلمين يعني فعلوا كذا وكذا وكذا فهو يريدون أن ينتقم فكان تبين أن العدد يعني حوالي الألف أقل قليلا أو أكثر كثيرا قتلوا جميعا في مهاجعهم دخلوا عليهم على مهاجعهم وزنزاناتهم وقتلوهم بالرصاص الحي مباشرة هذا كان هذه كانت لحظة فارقة نعم كانت ف يعني أتذكر يعني بيتا من الشعر لشوقي في رفاء عمر المختار يا ويحهم نصبوا منارا من دم يوحي إلى جيل الغد البغضاء ما ضر لو جعلوا العلاقة في غد بين الشعوب مودة وإخاء فهنا يعني القضية تشعب وازدادت الاعتقالات وتوسعت أيضا ويعني ملئ سجن تدمر وهنا تغيرت المعاملة في السجون تغيرت معالمة بالسجون بحيث أن التعذيب بدأ يعني ينتشر حتى في السجون المدنية التي فيها سجناء سياسيين وبدأ التعذيب والضغوط على يعني على السجناء السياسيين وكان وصدر في هذه الفترة أيضا القانون تسعة وأربعين الذي يعني يحكم على كل منتمي هكذا كل منتمي للإخوان المسلمين بالإعدام يبقى هذا في صيف تمانين تمانين نعم على ما أذكر يعني إن لم تكن ذاكرة معناته حما جاءت بعد ذلك طبعا حما بعد ذلك بفترة يعني بفترة لا بأس لا بأس بها والمجزرات حمال كبرى كانت في 82 أيها نعم معناته الآن خلص هذه الأوضاع المتبترة ربما حتى أقنعت بعض عناصر التيار الإسلامي بنجاعة توجههم نحو العنف كأنه نعم يعني نشوف النظام شو سوى فينا شو سوى فينا فيعني أنتم الذين يعني تقولون بأنه ينبغي أن لا نستقدم العنف أو كذا أنظروا ماذا فعل حتى بكم يعني وبدأ كثير من يعني يعني من الشباب يقتنع ب يعني جدوى يعني العنف وكانت أوضاع الجماعة ليست على ما يرام وتقطعت الاتصالات بين الأفراد وال يعني مجموعات وما أشبه ذلك وعمت القضية عمت كل سوريا من أولها إلى آخرها بحيث يعني لا تكادوا تجدوا بيتا في أي قرية من قرى سورية إلا وفيه معتقلون من قبل السلطة وبدأت الإعدامات في داخل السجون بدون محاكمات بدون محاكمات بدون ذلك طيب إسمعنا نتوقف نأخذ فاز القصير ثم نستأنف هذه الحكاية المأساوية نستأنف أبا أنس من حيث تركنا الكلام قبل الفاصل نحن الآن في أجواء ما بعد مذبح التدمر التي وقعت في صيف عام 1980 البلد كلها بدأت يعني صارت مستفزة وتغلي ماذا حدث بعد ذلك؟ توسعت الاعتقالات كما أسلفت والجيش انتشر في يعني كافة أنحاء البلد ولم يعد الناس يستطيعون حتى الهمس يعني القضايا الأمنية أصبحت يعني ضاغطة جدا بالنسبة لي أنا كنت أراجع الفرع الأمني الذي أتبع له كل أسبوع مرة يمبغي مطلوب أنك تروح توقع أروح أوقع كل أسبوع مرة يعني أعود إلى يعني إلى عملي وأيضاً بعد في الصيف طلب يعني من جميع الذين كانوا معتقلين سابقاً أن يراجع كل يعني كل واحد في بلدي أن يراجع المحافظ لينسحب من الإخوان المسلمين تحت عنوان ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين يا سلا نعم هذا من الاخترح اليوم الانوان يبدو أحد المشايخ المفتين أو ما أشبه ذلك يعني أمثال حسون أو يعني يعني أمثال حسون ف يعني أرادوا منكم أن تتبرأوا من الإخوان أن نتبرأ من يعني أن نتبرأ أن ننسحب من الإخوان وكل يعني 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 بعضهم طبعاً تختلف لكن عامة الشباب كنا مضطرين يعني أنا تصل بالمخابرات السياسية وقالوا تعال إلى يعني محافظ حلب نحن عاوزين كناك مريت أولاً على الفراء قالوا لي بتروح على المحافظ لازم تنسحبه من الإخوان المسلمين مطلوب أنك تعلن ذلك على الملأ تعلن ذلك على الملأ ونشرت صورنا في الصحف أيها وقلتم أننا لم نعد من الإخوان وأننا نسحبنا من الإخوان المسلمين ومن الطرائف أنني وأنا عند المحافظ رأيت أشخاصاً يعني من قريتنا وهي يعني كانوا على علاقة علاقة يعني أوهى من خيط العنكبوت بالإخوان في أواسط الخمسينات قبل الوحدة يعني عجائز كبار يعني هم من الجيل الذي سبقكم من الجيل الذي سبقنا يعني لما كانت يعني قضايا الحزبية والنشاط السياسي يعني على أيام مصطفى السباعي رحمة الله عليه نعم يعني قبل عهد الوحدة يعني كانوا يحضرون في مراكز الإخوان أو بعض المحاضرات لما يذهب مسأل الشيخ عبد الفتاح أو يذهب إلى بعض القرى رحمه الله أو يعني لما يأتي بعض مسؤولي الإخوان يحضرون بعض الدروس فجلبوهم جميعا أو في حلب مثلا الذين كانوا يترددون على المركز العام وما أشبه ذلك في بقية المحافظات فكان يوما يعني حافلا ذهبت فكانت عند المحافظ ازدحام بهؤلاء ويعني كتبونا صيغة معدة سابقا ويعني نشروها في اليوم الثاني كما أسلفت في الصحف مع صورنا في هذه الأجواء يعني كأنه يعني وصلنا يعني أنه يستحسن يعني أن يعني نغادر البلد لأنه لا يعني الآن كل واحد كان معتقلا ثابقا أو يعني له أي أدنى صلة بالإخوان سيظل تحت رقبتهم وسيعودون لاعتقاله وعلى الأغلب وهناك أناس ما غادروا وتقلوا مرة أخرى وبعضهم لم يخرج أبدا يعني أنتم بالرغم من أنكم قلتم أنكم لم تعودوا من الإخوان نعم الخطر ما زال محدقا بكم ما زال محدقا بنا فكان يعني النصيحة يعني أن نغادر فأنا يعني كانت جرتناك محاولة إلى الأردن أو العراق لم تكلل بالنجاح نظرا لعدم وجود جواز سفر بحوزتي ويعني كنت أسمع أنا عن بعض الأشخاص أنهم يعني غادروا وعن بعض الأشخاص أنهم اعتقلوا فيعني عزمت على المغادرة أعلنت في هذه الأثناء في شهر تقريبا سبعة في شهر سبعة تمانين عن تعاقد مع مدرسين إلى المملكة العربية السعودية بشكل شخصي فذهبت إلى دمشق وتعاقدت يعني معهم لكن أنا كان أمامي أن أحصل على جواز سفر وعلى موافقات تصل إلى رئيس الوزراء بالمغادرة بالمغادرة يعني بالموافقة على المغادرة لأن يعني مرتبة الوظيفية تحتاج إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء شخصيا وبالإضافة إلى أن ني ينبغي أن أحصل على موافقة المخابرات السياسية كوني معتقل لديهم والمخابرات العسكرية كوني كنت أيضا معتقل لديهم وكوني كنت ضابطا في الجيش مطلوب أن أحصل على موافقة إدارة شؤون الضباط بالأركان العامة وعلى يعني موافقة أيضا إدارة القوى الجوية لأنني كنت في الدفاع الجوي بالإضافة لمحافظ حلب بالإضافة لمدير التربية في حلب يعني أنت كنت أسيرا عند كل هؤلاء كل هؤلاء يعني ينبغي أن أحصل لكن استعنى بالله لكن كان هناك ملاحظة يعني يبدو كانت فأنا اكتشفناها أنهم هم أيضا صار عندهم يعني بعض القناعات أن هؤلاء الذين يمتون بأي صلة إلى الإخوان أو إلى الفكر الإخواني أو إلى الفكر الإسلامي بشكل عام يعني 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 الحرك يعني إذا غادروا نرتاحوا منهم يرتاحون منهم فلا بأس أن يسهلوا أمورهم يعني لذلك أنا حصلت على هذه الموافقات أو موافق شعبة التجنيد حصلت عليها جميعا وغادرت سوريا من مطار دمشق في 27 آب 80 إلى أي مدينة في السعودية غادرت إلى الرياض كان عقدي أن أذهب مدرسا في السنوية التجارية في الرياض وهذا من حسن حظي يعني يعني أنني يعني وضعت في الرياض مدرس لغة عربية مدرس لغة عربية في الثانوية التجارية في الرياض فخرجت يعني وأنا غير مصدق أنني سأستطيع الخروج يعني سبحان الله حتى في يعني في المطار الشرطة الذين يعني كانوا يختمون الجوازات بدأوا بين الجد والمزاح يعني يسألون عن حلب وعن أحوالها والأوضاع يعني السياسية فيها فأنا يعني كنت أتهرب من الجواب وهم يعني يتغامزون أنه يعني تركوا تركوا الرجال اسمه يروح يعني عنده سفار أي ولا تحرجوا فوصلت وصلنا الرياض وكان ستعش هذا اليوم كان ستعش شوال ألف وأربعمية هجري وصل يعني مدينة الرياض ذهبت منفردا ولا معك عائلات ذهبت مع أسرتي زوجتي ومعنا بنتان وكنت أنا يعني منذ تزوجت كان بعض الأساتذة قبلنا ومعنا الذين يعني الذين يعينون في مراتق بعيدة من أهل دمشق أو أهل مثلا حمص أو في الجزيرة أو في دير الزور أو في أماكن بعيدة حتى في الأرياف كانوا لا يستحبون زوجاتهم أنا كنت يعني اشترطت حتى في الزواج أن تتبعني حيثما ذهبت إلى أي مكان في سوريا أو في الدنيا فيعني خرجنا ووصلنا الرياض بحمد الله سبحانه وتعالى وفعلا في اليوم الثاني ذهبت إلى يعني التربية في السعودية وفرزوني إلى هذه المدرسة وأصبحت مدرسا للغة العربية في الثانوية التجارية في الرياض كم درست هناك درست سنة كاملة عام دراسي كامل كانت ثانوية كما أسلف تجارية لها خصوصية يعني أنها تعرف الثانويات الفنية لا يأتيها من الطلبة إلا من لا يقبل في التعليم العام على الأغلب وبعض يعني الراغبين أو كذا لكن هذه كان نصف طلابها من الموظفين الذين وظفوا على أساس الشهادة الإعدادية ويريدون أن يحصلوا على الشهادة الثانوية التجارية لتحسين أوضاعهم الوظيفية وكان فيه شيء من يعني القسوة أحيانا في تعامل يعني بعضهم وكانت دوام فيها من الصباح حتى يعني ساعة متأخرة بعد العشاء أوف نعم فحاولت النقل إلى مدرسة أخرى في السنة الأولى ما استطعت بهذه الأثناء طبعا أعدت علاقتي مع الإخوان في السعودية ويعني كلفنا ببعض المهام البسيطة وهي إصدار يعني كاسيتات يعني عن الثورة السورية يعني الجانب الإعلامي في الثورة السورية هذا تنظيم إخوان سوريين أو تنظيم الإخوان بشكل عام لا إخوان سوريين يعني على الأغلب أنا لم كان علاقتنا مع التنظيم السوري وخاصة في السعودية لا يوجد تنظيم عام في السعودية تنظيم السوري تحديدا نعم في هذه الأثناء وأنا قبيل فصل الصيف كأن بعض إخواني وأساتذتي عندما سمع أنني خرجت من سوريا وأنني أصبحت في السعودية وكان يعرفوني جيدا يعرفونني جيدا تواصلوا معي ورغبوا بأن أترك التدريس وأن أتفرغ للتربية مع الجماعة في مقرها الرئيسي في الأردن يعني مكت فقط سنة واحدة في السعودية مكت سنة واحدة أديت الحج قبل حج 1400 وحج 1401 ثم يعني غادرت إلى الأردن أنت حضرت حج 1400؟ حضرت هذا اللي كان فيه حركة جهيمان؟ بعدها بقليل كان أيوة كانت قبلي أنا لما وصلت إلى السعودية ب16 شباط يعني الطلابي كانوا يمزحون معي يقولون يا أستاذ الله نجاك لو جيت قبل كم شهر كانوا وهي قضية جهيمان كم جوز أخذوك معهم نعم شافوا لي لحية وأنا مندرس أيوة فأخذوك كان بعيدها تقريبا وكانت الأجواء الأمنية أيضا في السعودية أجواء يعني ضغطة أيوة أنت ذهبت بعد الحادثة مباشرة بعد الحادثة مباشرة إذا انتركت السعودية وذهبت للأردن للاستقرار فيها وذهبت للاستقرار في الأردن وهذه كانت نهاية مهنة التدريس الرسمي؟ تقريبا تقريبا يعني نهاية مهنة التدريس فترة في سوريا وهذه الفترة في السعودية طبعا الآن نحن نتكلم عن عام 1981 نعم اللي بدأت أعداد السوريين فيها تزداد في الأردن يعني أعداد بدأت تثوال أعدادهم أيوة هنا بدأ يعني يبدو هذا بدأ معظم الشباب في سوريا كبارا وصغارا بدأوا يتوجهون إلى خارج سوريا إلى الأردن وإلى العراق وإلى دول خليج وقليل منهم إلى يعني أوروبا أنا كان نصيبي إلى السعودية ثم يعني جئت إلى الأردن في الأردن كان يعني هو يعني المقر الرئيسي لإدارة الجماعة وكانت أعداد كبيرة جدا من الشباب وكان المطلوب أن يربى هؤلاء الشباب أن يكون معهم يعني بعض العلماء بعض الضعاة بعض المشايق يعني بعض من هو أكبر منهم يوجههم يعني يأنسون به يستفسرون منه يفتيهم يعني كانت مهمتي في هذه الحدود تقريبا وربما الأردن كبيئة اجتماعية هي الأقرب إلى سوريا الحقيقة الأردن كبيئة اجتماعية الأردن تعرف طبيعة بلاد الشام طبعا متقاربة بالإضافة إلى الحقيقة أن الأردن فيها يعني هوامش يعني لم تكن موجودة في بلدان أخرى يعني هامش حريات هامش اقتصادي هامش يعني حتى للغرباء حتى للغرباء فكان هذا الهامش موجودا ويعني كانت التعامل تعاملا حسنا مع السوريين وكان ينظر إلينا نظرة الاحترام والعطف يعني التعاطف مع قضيتنا وهذا كان في السعودية أيضا يعني حتى لو سمحت لي أن أرجع حتى في السعودية وخلال وجودي هناك في هذا العام عام وشهرين كان تقريبا 14 شهرا أذكر كان يوم مفتي المملكة الشيخ محمد علي الحركان إذا لم أكن يعني ناسيا ففي وأنا أسمع للإذاعة أو في التلفزيون كان له برنامج فكان يسأل عن مصارف الزكاة فلما عدد المصارف وهو يسأل في سبيل الله قال تعطي للمجاهدين في سوريا وفي فلسطين وفي كذا فتكلم عن المجاهدين في سوريا فكان هناك تعاطف بالإضافة إلى أن الذي خلفه الشيخ عبد العيز بن باز أيضا عليه رحمة الله يعني كان متعاطفا أيضا وبعض المشايخ المملكة كانوا متعاطفين مع القضية السورية وخاصة في القضايا يعني التبرعات وما أشبه ذلك طيب قبل أن نغادر السعودية تماما نعم وإحنا غادرناها وذهبنا إلى الأردن هل هناك قضايا حصلت معك في السنة التي أمضيتها في السعودية تستحق أن نتكلم فيها؟ والله يعني كانت يعني الأمور شبه عادية تقريبا يعني تدريس وتعليم ولكن كانت الحقيقة كانت تجربة نسبية تجربة جديدة في التعليم لم تكن في سوريا في سوريا المدرس يعني له وضع قوي في المدرسة وخاصة إذا كان من مدرسي اللغة العربية والمدرس وسيد نفسه ولا يتدخل بشأنه حتى كان يقال إنه إذا أعطى علامة يعني كان يضرب المثل إذا أعطى علامة لطالب والطالب اشتكى إذا المدرس يراجع ورقته فإذا أصر على يعني هذه العلامة واشتكى عليه إلى الوزارة تذهب الورقة فترجع ويقال للمدرس رجاء يرجى إعادة النظر إذا رأيتم ذلك بينما لما ذهبنا إلى السعودية والخليج الحقيقة يعني لم تكن هذه المكانة للمدرس يعني كانت مكانة المدرس مكانة يعني كان خاصة المتعاقدين لأنه غرباء لأنه غرباء ويعني ضعفاء وكان المطلوب يعني أيضا علامات كبيرة كان نسبة في سوريا كنا في اللغة العربية نسبة الرسوب كانت تكون نسبة يعني نسبة عالية وكانت العلامات متواضعة بينما هنا المطلوب أن تكون نسبة النجاح عالية جدا وأن تكون العلامات كبيرة أيضا لا يفوتني أيضا هنا أن أذكر أنني من القضايا المهمة التي حصلت معي أنني فكرت قلت لأغتنم فرصة يعني أسجل في الدراسات العليا في السعودية في السعودية في الرياض وأنا في الرياض وفي الرياض فيها أكثر من جامعة فيها جامعة الرياض فيها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وفيها كلية للغة العربية وكلية للشريعة وكلية لأصول الدين وكان الشيخ منع القطان عليه رحمة الله هو مسؤول الدراسات العليا على ما أذكر في تلك الجامعة فذهبت إلى كلية اللغة العربية وتقدمت بطلب ووفق على طلبي يعني بعد تحفظ فبعد تحفظ على أن تقديري جيد لكن علاماتي هي لم تبلغ 65 لأنها درجة الجيد في السعودية 65 فما فوق بينما في سوريا 60 فما فوق وبعد ذلك كان رأي الدراسات العليا والشيخ منع القطان أن نحن نعتمد التقدير كلمة جيد ولا نعتمد العلامات هؤلاء لهم نظامهم ونحن نحترم أنظمة الجامعات الأخرى وانتظمت سيد وانتظمت ونجحت في جميع المواد يعني سنة تمهيدية للماجستير في النحو والصرف وفقه اللغة لكن للأسف لما طلب مني من قبل إخواني يعني أن أغادر استجبت لطلبهم وقدمت استقالتي من التدريس وقبلت الاستقالة يعني أنت استقلت وغادرت بناء على طلب الإخوان وليس لأي سبب شخصي وليس لأي سبب شخصي الحمد لله الحمد لله رب العالمين طيب الآن فترة اللي أمضيتها في الأردن كم امتدت؟ امتدت سنتين فترة الأولى من 80 إلى 82؟ 83؟ من 81 إلى 83 وكان العمل فيها كما أسلفت يعني في هذه الحدود في الحدود التربوية يعني في هذه الفترة أشير إلى قضية شهدتها في الجماعة كانت قضية ما يسمى بالوفاق يعني الجماعة أيضا رأوا يعني أن ينهو تشرزهم في الجماعة قضية حلب ودمشق الوفاق داخل الجماعة داخل الجماعة إصلاح داخلي إصلاح داخلي في الجماعة ويعني اتبناه بعض شيوخ الجماعة أو يعني قسم من الجماعة يعني أن بالإضافة للشباب الطليعة وتم الوفاق بعد محادثات ويعني وشكلت قيادة من الفرقاء الثلاثة لكن يعني لم يعني تتم الأمور كما ينبغي بشكل كامل وإنما في اللحظات الأخيرة يعني اعتذر نصف يعني الأعضاء من جماعة دمشق ونصف الأعضاء من جماعة الطليعة وشكلت القيادة يعني من ثمانية أشخاص في ذلك الوقت أيوة من يعني وبعض يعني 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 الأغلبية حلبية ضلت الأغلبية من طرف حلب نعم نعم وكان لكن المراقب العام كان هو الدكتور حسن هويدي عليه رحمة الله وكان محسوبا على جماعة دمشق يعني كان المراقب العام وهو الدكتور حسن هويدي طيب نتوقف الآن لأن ننتهى وقت هذه الحلقة لكن نستأنف في الحلقة القادمة إن شاء الله إن شاء الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر